من دول ما تيكم نشوف الحلقة في تجعيد ولا يا؟ لا متلاقش عملت عمليت شد هنا فالتجعيد بس بقيت زي يعنيين بس ولا في حاجة تانية؟ نعم خلاص أهلا بيكم وحلقة جيدة من برنامجنا وبرنامجكم وجهة نظر النهاردة دفتنا هي الفنانة الجميلة مي كساب أهلا بيك مي أهلا بيك أهلا بيك صح والسلام إيه أخبار مي بقى الفنية؟ الناس مشتاقة تسمع أخبارك الغنى والتمثيل؟ آيه ألبومي لسة نازل من كم شهر كده واسمه أحلى من الكريم ودلوقتي فيه تامل وشوقية بارتو وفيلم خارج نعمة وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ وانا مش شايف انك استعجلت شوية في خطوة التمثيل؟ لا مش شايف وجهة نظر يعني ايه؟ وجهة نظر؟ لا انتي ايه وجهة نظر؟ وجهة نظرين أنا شايفة ان المطرب والممثل يعني خصوصا التمثيل للمطرب حاجة ما تتجزقش عنه يعني امكان الممثل ما يعرفش اير عني يعني قصدي تاخدي وقتك يعني انت لسه مبتدقة في الغنى خبراتك قليلة علاقاتك قليلة ودخلتي على طول مجال التمثيل هل انت شايف ان دي خطوة صح؟ اه صح في التوقيت ده صح؟ اه صح وانت لسه مبتدقة؟ جدا امش مبتدقة اول حاجة اما ليه؟ عندي كم ألبوم؟ عندي كم تجربة؟ عندي ثلاث ألبومات وأغنية دوتو وعملت المتعملش قال ليه ايه؟ غمض عنيك اه طيب يعني دي دي بقالها حوالي خمس ست سنين دي قالك قلت خمس ست سنين يعني ما لقي بس دي مجد الاسم يعني بقالي خمس ست سنين بغني يعني دي وقتها لا انت عملتها ومعملتش حاجة بعدها لغاية أغنية شيلده من عنده شيلده من عنده ده؟ اه مظبوط؟ اه كويس ايه الحمدولي انت كويس؟ ايه ايه؟ ايه في ايه؟ لما تعرف الاول اسمة الأغنية صح؟ طيب ايه ايه؟ ايه الأغنية؟ ايه؟ في الآخر إن شاء الله ماشي أوكي يلا إن شاء الله إن شاء الله يلا تو ون خلاص نعدي مرحلة الغناء عايزة تبتدي التمثيل وإنتي في سن 41 سنة؟ مصطب يا عم النهاردة دحك ولا إيه؟ مش أنت خلاص دحك النهاردة دحك؟ إيه يا مي قوليلي إنت عايزة أنا أقول حاجة معينة طب قوليلي لو عايزة تمليني حاجة أقولها لك أتأمل ليك خلاص مش أنا أبدا مش أسنوبيا ما عايزة إيه؟ لأ عبدا تتكلم يعني بعاقل يعني حتى لما تجيه تأفور تأفور بعاقل ما عادو 40 سنة؟ ده شاكر واحد عندها 41 سنة معاين ممكن الناس بتروح لبنان وتيجي أزغر من 20 سنة ممكن ممكن يلا وان ما يكسب فين من أيام شيلدة من ده؟ أم شاكر تسدى وتأمل ليه؟ أنا مرة راح برنامج بقى مش عاد فارد ليه؟ عاوزة عودة تخيكو بس ده معناه ان احنا أسعدناك ألا انت ضحكتاني مش أسعدتاني وأنا عايز تأكسوا أيد وحضرك المعد وإلا يعني بتعد الحرقة أو بتزعها أنا خالص أنا موزيع ده شكل المعد ده شكل المعد أنا موزيع ده شكل المعد يعني انت ازاي قبل انت متطلع ده الإعدادة اللي في إيدك ووالله معد فاشة أقسم من إيه؟ ليه؟ لازم يقول الكلام اللي على مزاجي كمي؟ على مزاجي؟ لا المفروض يبقى عارف هو جايب مين؟ جايب منين؟ جايب مين؟ جايب مين؟ آه ويبقى عارف إيه؟ ده غرور ولا إيه؟ إيه؟ يعني إيه جايب مين؟ جايب؟ أنا شايف غرور كده وكبرياء غريب وانت لسه مبتدئة لا بالعكس دي مبتدئة يا عم أنا مبتدئة ما بعرفش غني ومثلت غلط وغنيت كل هذا حاجة أنت عبتها مبتدئة لا أنت ممكن تغني هنتكلم في موضوع التمثيل بس يعني نرجع للبرنامج مش عايزين كل شوية يعني لا لا ما أنا قلتلك المفروض المعد اللي عد الحلقة يعدلك الحلقة صح يا كده يا أمشي خلاص ننسى ورق المعد أوه ننسى بقى ورق المعد نتكلم بقى من غير الورق وريني بقى ثقافتك ماشي ثقافتك كمزيعة تعرف تدير حلقة وريني بقى ماشي عايزين بقى في حب بس حب سيبت ماشي ماشي يأ وا ما يكسب عايزين الحلقة دي تبقى من القلب للقلب تكلمنا عن اللحظات الحرجة اللي في حياتها منعطفات اللي في حياتها مفترق الطرق اللي اتعرضت له اكتر ما مش انت عايزة ثقافة طب انت عايزة ايه انت حيارتيني مش فاهم لك بصراحة ثقافة ايه يعني ما قلت منعطف مش فاهمة منعطف يعني منعطف منعطف انت يا ابني فامة يعني ايه منعطف اه طبعا انت لو مكاني وحد قالك منعطف ومفترق ايه منعطف ومفترق مش انت عايزة ثقافة طبعا ثقافة ان انت تسألني اسئلة من دماغك وديتبقى ثقافة؟ اسئلة تخصني تخصني كمطربة ما انا قلتلك تفتح قلبك انت عاد تتحكي انا مش ما انا فتح لك قلبي وتفضل لا مش لي انا انا يعني انا بنقل وجود نظر ببهور للناس اللي قاعدة تتفرج بالزبط طمعا اه خليك اللطيفة لا انا مش لطيفة انا مايك استبهى احطني وش عندك يلا جول ثري تو ون تاريخ قصير في الوسط الفني وشبكة علاقات لكن كلها فاشلة صح الكلام ده ليه؟ شبكة علاقات يعني فاشلة؟ اه ليه؟ مين قدرت يعني ده دي ثقافتي انا غيسألك انتي ليه؟ ثقافتها؟ ليه ده بيحصل احنا مستغربين ثقافة فاشلة جدا والله العظيم والله ماشي ميني شيك يا امنا يحط كلامك اللي ايه؟ 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 والله حال الله قولي لي انا عايزك تفتحيلي قلبك عايزك انا كوردة انا قاعدة كوردة والله عظيم سكتة يعني وبحاول امسك ابقى هادية يعني شوية هتت مجاوبتيش على ولا سؤال يا ماي لان اسئلتك مستفزة جدا وحسنها اسئلة غربية هي الاسئلة لازم تكون على مزاجك قلتلي اسألني بثقافة سألتك بثقافة قلتلي مش عارف عن ايه منعطف منعطف؟ اه؟ والنبي قولت جملة تاني كده انت قلتها؟ اه؟ عايز مية تفتحلينا قلبها ايوه؟ انت بتمتحنيني يعني؟ لا لا قول نفس السؤال تاني لا خلاص نرجع خلاص مش مهم مش هقولها تاني عشان انت اصلا ترقيك مش فاكرة انت مش فاهم انت قولت ايه؟ تلمت كلمتين كده مع بعض عشان كده الناس بتحبك قوي على فكرة ما دام ده اسلوبك ودي علاقاتك عشان كده الناس فعلا ما تحبك الحمد لله ربنا انا امي دعيالة امي قدام انت قول ربنا يحبب فيك خلقه بس ماشي وقولها ان انت مش من خلقه دي خلقه فين سماح؟ فين الاعداد؟ النور اتفق عمر ما فيه لمبة اتفق نقول ما بدأنا البرنامج الحمد لله وشي وشي حد لا ده صدفة بس لا صدفة نوري نوري يغطى على الناس غرور بقى نوري يغطى على الكهرباء الحمد لله انت بتقول ايه فاته الله الله لماك خبيب جدا الحمد لله 5 4 3 2 1 نجمتنا الجميلة مي كثاب حوارنا النهاردة عايزينه يبقى من مي لبقى مهورها تكلمينه عن مشاريعك عن احلامك عن اللون اللي انت بتغنيه ايه اللون اللي انت بتغنيه ايه اللون اللي انت بتغنيه بام بام سخصى حلو على فكرة بس ما افتكرش ان الموضة السنة ايه ده بجد؟ الموضة السنة دي نموف مع العرف انت اه شايف اه فان شاء الله اغير من اللون البنبة خليه موضة اشتركوا في القناة